السلام عليكم مشاهدين الكرام وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث هذه الحلقة نخصصها للحديث عن وصول وزيري الداخلية والنقل وأيضا نائب رئيس البرلمان إلى العاصمة العمانية مسقط وأبعاد الدور العماني في اليمن وصل وزير الداخلية والنقل ونائب رئيس البرلمان إلى العاصمة العمانية مسقط في زيارة رسمية تستغرق بضعة أيام وذكر الموقع الالكتروني لوزارة الداخلية أن نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد الميسري ووزير النقل صالح الجبواني ونائب رئيس البرلمان عبد العزيز جباري سيبحثون مع القيادة العمانية عددا من الملفات الهامة ومستجدات الوضع الميداني في اليمن وتأتي هذه الزيارة عقب إصدار المسؤولين الثلاثة بيانا دعوا فيه إلى إنهاء دور الإمارات في التحالف على خلفية دعمها للتمرد المسلح في عدن وقصف الجيش الوطني في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الموضوع لناقشه في محورين ماذا يمكن أن تقدمه زيارة الوزيرين في الحكومة الشرعية ونائب رئيس البرلمان لمسقط وما هي أبعاد الدور العماني في الملف اليمني؟ مشاهد سويا هذا التقرير ومن ثم نبدأ النقاش دور عماني متزايد في الملف اليمني يثير الكثير من الأسئلة وعلامات الاستفهام حول حقيقة الدور العماني في اليمن منذ الإنقلاب الذي قامت به ميليشيا الحوثي كانت مسقط رئة الإنقلاب ومحطة إقامة وانطلاق الوفد الحوثي المفاوض والعديد من المسؤولين السياسيين في الميليشيا في مسقط التقى ممثل الحوثي بالعشرات من المسؤولين الغربيين أبرزهم وزير الخارجية الأمريكي السابق جون كيري الذي كان يحمل فكرة تسوية تخدم الحوثيين استخدام مسقط في اللقاءة الحوثية لم يتوقف منذ مطلع العام 2015 حيث التقى الحوثيون هناك بسفراء ووزراء خارجية عدة دول أبرزها بريطانيا وروسيا والسويد والاتحاد الأوروبي ومبعوثي الأمم المتحدة منذ إقفال مطار صنعاء وبقية المنافذ الحدودية استمرت المنافذ المؤدية إلى عمان مفتوحة بشكل مستمر أمام المسافرين اليمنيين ولم تتأثر حتى بعد السيطرة السعودية عليها تنامي الدور العماني في الملف اليمني يراه مراقبون عكاسا لأهمية الدور العماني في إدارة العلاقات الأمريكية الإيرانية وتمكن مسقط من لعب دور محوري في إطلاق معتقلين أمريكيين في إيران وآخرين كانوا لدى ميليشيا الحوثي ترتبط الأطراف اليمنية بعلاقات قديمة مع عمان بحكم التاريخ المشترك واعتبار المهرة محافظة تحظى بالرعاية والاهتمام العماني تعزز هذا الاهتمام بعد وصول القوات الإماراتية والسعودية إلى هناك في بداية العام 2017 الخارجية العمانية أعلنت أكثر من مرة استعدادها للدور بالوساطة في الأزمة اليمنية متكئة على علاقتها الجيدة بالحوثيين ولم يتم التقاط هذه الرسالة من قبل الحكومة الشرعية بسبب توتر العلاقة السعودية والإماراتية مع عمان زيارة نائب رئيس البرلمان ووزيري الداخلية والنقل يبدو خطوة في سياق البحث عن حلول بعيدة عن الرياض وأبوظبي لكن هل ستكون بعيدة بذات المسافة عن طهران؟ تلك قضية لا يمكن التكهن بها دون معرفة ما ترمي إليه الحكومة الشرعية من وراء تلك الزيارة ومآلاتها إذن نبدأ النقاش مشاهدين وأرحب بضيفي من لندن المحلل السياسي دكتور محمد جميح دكتور مساء الخير مساء النور أهلا بك دكتور يعني كيف تقرأ هذه الزيارة الآن التي قام بها جباري والوزيرين الميسري والجبواني إلى عمان طبعا أنا لا أتصور أن هناك يعني ما يمكنك زيارة منسقة وأنها ربما تكون يعني هم مسؤولين رسميين صحيح لكن لا أتصور أنها يعني زيارة متعمدة من الحكومة اليمنية لإرسال رسائل محددة وهي بيارة قام بيارة مسؤولين ثلاثة من كبار المسؤولين لكنهم طبعا معروفون الدكتور هل تسمعوني؟ نعم إذن يبدو أن الاتصال بدكتور محمد جميح قد فقد وسيعاود الزملاء التواصل به مرة أخرى ونتحدث اليوم عن هذه الزيارة التي قام بها نائب رئيس البرلمان السيد عبد العزيز جباري وأيضا وزيرين في الحكومة الشرعية هما الميسري وزير الداخلية وأيضا وزير النقل صالح الجبواني ونتحدث عن أهداف هذه الزيارة وأبعادها من كافة النواحي وينضم إلينا الآن من إسطنبول المحلل السياسي السيد ياسين التميمي سيد ياسين مساء الخير مرحبا أحبا هذه تحية لك ولمشاهدين من الصرق أهلا بك سيد ياسين يعني ماذا تمثله هذه الزيارة للوزيرين ونائب رئيس البرلمان المناهضين للإمارات أولا طبعا محاولة إعادة التوصيص هؤلاء الوزراء بأنهم من يحضر للإمارات فيه تحجيم لدورهم ومواقفهم الوطنية هؤلاء يفكرون بطريقة واسعة ومن منظور وطني وبالتالي هم يصفون التدخل الإماراتي بأنه خطير على المشروع الوطني لكن ليسوا معارضة للإمارات هم أكبر من أن يكونوا معارضة للإمارات ولهذا زيارتهم لفلطنة عمان هي في السياق الطبيعي مسؤولي انتظار نائب رئيس مجلس النواب نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية وزير النقل يزورنا دولة شقيقة جارة زيارة رونتينية لكن هي تكتسب أهميتها الاستثنائية كون فلطنة عمان أحد اللاعبين الإقليمين الغير مرغوب بدورهم من جانب المهيمنين ومحتكري المشهد أو الساحة اليمنية وطبهم الإمارات والمملكة العربية السعودية لهذا هناك محاولة لتنميط أو لتأطير هذه الزيارة على أنها تأتي في سياق عدائي يستهدف تحديدا دور الإمارات في اليمن هذا غير غير دقيق ما يحاول أن يسلقوا لإعلام الإمارات هؤلاء ذهبوا إلى فلطنة عمان لبحث العلاقات الثنائية ولتوسيع فاق سلطة الشرعية في التعاطي لكن سيد ياسين هو تمثيل للدولة وتمثيل للحكومة اليمنية يعني هو عمان دولة شقيقة ومجاورة للبلد ولكن إذا ما نظرنا إلى الزمان وإلى الوقاع الحاصل مؤخرا يعني هل زيارة الوزيرين وأيضا نائب رئيس البرلمان هي بتمثيل للحكومة اليمنية لأنه الأمر سيحمل أبعاد كثيرة لدى الحلفاء الحاليين والسابقين هما السعودية والإمارات يعني عليك أن تستبع مسار هؤلاء المسؤولين الثلاثة هم تحركوا من الرياض إلى القاهرة وهنا كعلنوا بيانهم المشترك ومن القاهرة تحركوا إلى سلطنة عمان ومن سلطنة عمان سيتجهون إلى الداخل يعني إلى اليمن وبالتالي فهو مسار طبيعي فهو أن محطاته مثيرة للجدل كون هؤلاء المسؤولين الثلاثة تعاطوا مع دور الإمارات في أسنائي بشكل مباشر وطالبوا بإنهاء دور الإمارات العسكري في اليمن هذا المثير في أدوار هؤلاء القادة الثلاثة أو المسؤولين الثلاثة لكن الزيارة في حقيقة الأمر هي تعبر عن مرحلة جديدة من طبيعة الاستفكير لدى الصوت الشرعية لأنه لا يمكن أن تبقى الشرعية مكتوفة لأيدي وهي تحافر خياراتها محافرة قدرتها على مواجهة التحديات محدودة والسبب أن اللاعبين الأساسي في الساحة اليمنية ومن الواضح أنهم يمضوا قدما في تنفيذ مخطط ليس في صالح السلطة الشرعية ولا في تمكين السلطة الشرعية بدليل أن الإنقلاب الثاني الذي ينفذ في عدن بدل السلطة الشرعية وثاة التجريف السلطة الشرعية يتم التعاطي معه بتثاقل ونوع من التمييع على الرغم من أن هذا الحدث خطير جدا لا يهدد فقط طلاح السلطة الشرعية وإنما أيضا يهدد تدخل التحالف على سلاح اليمني سأعود إليك سيد ياسين وسنتحدث في الكثير من النقاط ولكن سأعود الآن لضيفنا دكتور محمد جميح عاد إلينا مجددا دكتور هل تسمعوني الآن نعم نعم أهلا بك دكتور كنا قد سألناك في أنه كيف تقرأ الزيارة الأخيرة لنائب رئيس البرلمان والوزيرين في الحكومة الشرعية يعني هي تقرأ في سياق المواقف المعروفة للمسؤولين الثلاثة لهم مواقف أعلنوها طبعا وهي كانت يعني تصدر بين حين وآخر لهم بعض التصريحات قبل أن تصاغ هذه المواقف في بيان واضح الظروب القائرة يعني وصل إلى قمة المطالب بإخراج الإمارات من التحالف العربي فطبعا معروف توتر العلاقات الإماراتية العمانية وشيء طبيعي أن توجه الدعوة للمسؤولين الثلاثة أو أن يذهب هؤلاء المسؤولون سواء بادرت سلطنة عمان بدعوتهم إليها أو طلبهم زيارتها لكن بالمحصلة سلطنة عمان وهؤلاء المسؤولون ومعهم أيضا شريحة لا بأس بها من الشرعية اليمنية يعني يحملون الأفكار ذاتها ذهبوا إلى سلطنة عمان بحكم أن العمانيين لم يدخل بشكل كبير على خط الأزل يعني أنت دكتور ترى بأن الزيارة هذه لم تكن تلبية لرغبة الحكومة وتوجه الحكومة ذاتها لا أعتقد أن الحكومة اليمنية أنها تمانع في زيارتهم ولا أعتقد أنها طلبت منهم هذه الزيارة ربما وهذا التحليل ربما هي مبادرة ذاتية إما من الوزراء الثلاثة أو المسؤولين الثلاثة أو من السلطنة بدعوتهم لأنك تعرف أخي العزيز للأسف الشديد الأصباحات الشرعية يعني مظلة فضاضة كبيرة يعني تحكم تصرفاتها بمركزية واضحة وإنما يتم إصدار بيان من هنا أو هناك وهناك أيضا بيانات أو هناك مواقف وآراء ومختلفة داخل مباررة الشرعية لكن نعود إلى المسؤولين الثلاثة لا شك كما قلت بأن العمانيين ربما يرون فيهم معولا لإيجاد تيار داخل الشرعية ذاتها وفي الشارع اليمني كذلك راقص لتوجهات الإماراتيين الذين يعني ليس من قبل إذاعات لا شرار بأنهم خصوم بالنسبة للعمانيين خاصة كما يخص الحدود بين اليمن والعمان في محارة المعارة نعم لكن دكتوري خصوصا مؤخرا مع توتر العلاقة ما بين التحالف السعودية والإمارات والشرعية على كثير من المعطيات على الأرض هل يعني لهذه الزيارة سيكون أو سيكون لهذه الزيارة أبعاد كثيرة فيما يتعلق بالعلاقة القائمة حاليا ما بين الإمارات والسعودية والشرعية اليمنية أنا لا أعتقد بالنسبة للجانب السعودي لا أعتقد أنه يعني ربما يعارض هذه الزيارة السعوديون طبعا أبقوا على اتصالات أمنية مع العمانيين وربما ترغب السعودية بأن تكون عمان بما يخص الأزمة اليمنية على هذه الوضعية بمعنى أن تظل خارج الصراع حتى إذا مجاء أو حان وعد للتسوية يكون العمانيين دور وبالتالي لا أتصور أن السعودين يمكن أن تقول لهم معارضة وأن يمتعظوا من زيارة السعودين إلى عمان لأن العلاقة بين السعودين والإماراتيين ليست توتر العلاقة بين العمانيين والإماراتيين وبالتالي يعني كما ومعروف خرجوا خرج المسؤولون من الرياض ذهبوا إلى القاهرة ثم ذهبوا إلى مصط ربما يعودون للرياض ربما يذهبون إلى الداخل لكن يعني لا توجدون قطيع بين العمانيين والسعوديين وبالتالي أيضا لا أتصور أن تؤثر هذه الزيارة على العلاقة بين التحالف أقصد الجانب السعودي منه وبين الحكومة الشرعية لا أستطيع أن أجزم بأن زيارة منسقة بشكل عال من الحكومة اليمنية ولا أستطيع أيضا أن أؤكد بأنها مبادرة فردية وشخصية من المسؤولين الثلاثة نعم إذن يبقى معي دكتور أعود للمحلل السياسي سيد ياسين التميمي سيد ياسين هل نحن مقبلين على تشكل دور جديد لسلطانة عمان في اليمن والدخول بذات الدائرة دائرة تدخل في الشؤون الداخلية خاصة بعد أن كان لهذه الدولة دعم وموقف واضح مع الحوثيين وتقديم نفسها كوسيط في الملف اليمني سابقا وحتى الآن سلطانة عمان هي نأت بنفسها عن مجرية الأحداث في اليمن كطرف مؤثر يمكن أن ينساق وحالة الاستقطاب التي تحكم المرشد اليمني بمعنى هناك من يؤيد الانقلاب وهناك من يحارب الانقلاب عمان هي قناة أعطوى بها الجميع في تقبير خلال الفترة الماضية واستفضت بدورة الوسيق وإن كان دورة الوسيق غير المرغوب فيه من جانب دول التحالف لكن في نهاية المطاف سلطانة عمان أعتقد أنها احتفظت إلى حد كبير بالحدود المطروبة في علاقتها مع الدولة اليمنية أبقت على الحدود المتفق عليها فيما يتعلق بالدولة اليمنية فهي تتعاطى مع الدولة مع النظام الرسمي في اليمن باعتبار الممثل الشرعي لليمن تتعامل مع الحوثيين باعتبارهم طرف في الصراع وهذا تحت أنظر المجتمع الدولي لأن حتى المجتمع الدولي يريد أن يلتقي بالحوثيين وقد اختارت ربما مفق أحد النوافذ الأساسية للتعاطي مع طرف أساسي في الصراع وهو الحوثيون هناك أطراف كثيرة فهمت أن سلطانة عمان لأنها انفتحت على الحوثيين فهي تؤيد الحوثيين لكن أيضا لسنا حالمين ولسنا مثاليين سلطانة عمان لها مخاوفها ولها هواجهة الخاصة خصوصا بعد التحرك العسكري السعودي في المهرة وهي المحافظة تقريبا الحدودية مع اليمن والمسألة لا تتعلق بنفوذ تقليد عماني في المهرة لأن اليمن ليس مشاعا وليس يعني بمعنى ليس مباحا لأي دولة أنها تمارس نفوذ هذه لكن في نهاية المطاف عمان يعني ترى أن التواجد العسكري في المهرة قد يؤثر على علاقتها باليمن قد يخلق حواجز أو قد يشاعد بخنق خيارات سنطنة عمان نفسها فهي تريد أن تتعاطى مع جارها اليمن بدون وسيط بدون منجسات بدون إزعاج هذه هواجز تبقى لكن حتى هذه اللحظة العلاقة اليمنية العمانية السعودية الإماراتية علاقة ضمن الحدود للدنيا من التفاهم والمشتركات وهناك لقاءة دورية على مستوى المسؤولين سواء المسؤولين سياسيين أو مسؤولين أمنيين لهذا عمان لا شك خلال الفترة الماضية تطورت دورها فيما يتعلق بالساحة اليمنية وأصبح مروحت خياراتها بنسبة للأزمة اليمنية واتعقل بحيث أزيارة المسؤولين الرسمين لسلطنة عمان واحدة من هذه المروح بمعنى أن عمان فتحت على كل المكونات السياسية اليمنية وليس فقط على الحوثيين لهذا أنا أعتقد أن زيارة المسؤولين اليمنيين يمكن أن تبقى في إطارها الرسمي بمعنى أن مسؤولين يمنيين ويستردون السلطة الشرعية تمثل خياراتها وبالتالي زيارة أي دولة فوأسلطنة عمان أو غيرها في الإطار الطبيعي في الإطار المطلوب أو يمكن أن يكون لهذا وهذا ما شاهدناه من خلال الإعلام الإماراتي يمكن لطرف ما أن يذهب بعيداً في تقييم زيارة الوفد الحكومي باعتباره نوع من التصعيف لكن تصعيف ضد من إذا كانت الإمارات التي تعتقد أن هؤلاء الوزراء يعارضون وجودها في اليمن قد ارتكبت الخطأ الذي لا يمكن السكوط عنهم من هؤلاء الوزراء أو من غيرهم عندما ترتكب جرم سياسي بحجم الإنقلاب على السلطة الشرعية الأعادية وينبغي القبول بها لكن الذي لا يمكن القبول به هو هذا الدور السيء للإمارات على الساحة اليمنية والذي وصل حتى المواجهة المباشرة أو حتى المواجهة المباشرة مع السلطة الشرعية وإداءها وتجريه نفوضها نعم إذن ابقى معي سيد ياسين أعود لدكتور محمد زوميح يعني دكتور هل بروزة دور العماني مؤخراً سيشكل عبء إضافي على القضية أو الأزمة اليمنية أم أنه سيساهم في الحل حل أنا أعتقد أن العمانيين لهم يعني بعض الأهداف التي يريدونها عمان يعني هي تلعب دور الوسيط يعني لعب دور الوسيط في الأزمة ملف النوع الإيراني وكذلك حاولت مؤخراً أن يعني أن تنفتع على الإسرائيليين وحاولت أن يعني تقدم بعض الأفكار فيما يخص حل القضية الفلسطينية هذه هي عمان هي تريد أن تكون بعيداً عن الأزمات والصراعات وتريد أن تلعب دوراً في الحلول والمعالجات هذه نقطة يمكن أن تفهم من خلالها بعض أسباب هذه الزيارة من طرف المسؤولين اليمنين ومن طرف العمانيين لكن كذلك للعمانيين أيضاً هواجسهم الداخلية فيما يخص الحدود المشتركة مع اليمن ووجود معارضين للعمانيين سواء على مستوى قوات التحالف أو على مستوى الدعم يعني الأطراف قبلية داخل المهرة التي يعني تعد بالنسبة للعمانيين يعني يعني كما ممكن أن يقال بأنها عمق عماني وإن كانت أراضي يمنية لكن هناك طبعاً علاقات مصارة هناك علاقات نسب وأيضاً علاقات إخاء قبلي بين القبائل العربية في اليمن في المهرة والقبائل العربية في عمان وكلها قبائل أزدية في الأخير لكن عمان أيضاً أنا أعتقد أن يمكن أن يكون أيضاً للمسؤولين الثلاثة دور في رفع بعض المخاوف القلق الذي يعبر عنه بين الحين الآخر من الجانب الشرعي من خلال الأخبار التي ترد عن تهريب الأسلحة والتي ذكرت تقارير عربية وأجنبية أن الحوثيين يستخدمون أحياناً المياه الإقليمية الإيرانية للتخفي من الانتفاف عن العقوبات الدولية المفهوضة على إيران في توليد السلاح أو تفضيله وأيضاً المفهوضة عن الحوثيين في استيراد الأسلحة يمكن أن يثار هذه المسألة من قبل المسؤولين ثلاثة يمكن أيضاً أن يثار ما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه عمان في إطار الأحداث التي حصلت في عدن الانتلاب الذي حصل مؤخراً بحكم أن العمان يعني يأقرب إلى الجهات الشرقية والجنوبية ولديها علاقات امتداد ساحلي وامتداد أيضاً دري بينها وبين الأجزاء الجنوبي والشرقية من اليمن وبالتالي هي مهجوسة إنجاز التعبير بالأوضاع التي تفجرت أخيراً في عدن سواء فيما يخص الداخل والأبعاد الداخلية لما حصل وأيضاً فيما يخص إرتدادات هذه الأحداث لكن دكتور هنا باختصار هل نتوقع ردد فعل سعودية أو إماراتية على هذه الزيارة أنا أقول أن السعوديين ربما لا يكون لديهم اعتراض على هذه الزيارة بل ربما أن يعني يكون السعوديون إلى حد ما يريدون أن يجسوا النبض ماذا لدى العمانيين من خلال هذه الزيارة الذين يمكن أن يقول له موقف حدي واضح أنا أعتقد أنهم الإماراتيون الذين ربما بل بكل تأكيد لم يرحبوا ولا يريدون هذه الزيارة لكن هذه الزيارة أنا أعتقد أنها ما كانت لتكون لولا السلوك المتعجرة للإمارات الذي برز أخيراً في عدن باستهداف السلطة السياسية بالانقلاب عليها وباستهداف السلطة العسكرية بضربة إجرامية كبيرة نالت من ثلاثمائة مجند يمني الذين راحوا بين شهيد وجرية لكن بالمحصلة النهائية يمكن فهم ما يجري في إطار الرؤية العامة في المنطقة هناك طبعا صراع أكبر من الصراع اليمني وهناك أيضا توجهات نحو الحلول أكبر من مجرد الملف اليمنين إذا ما أخذنا بالاعتبار الأبعاد الإيرانية والسعودية والأبعاد في منطقة الخليج وفي العراق كذلك في سوريا يمكن أيضا أن تدرس أو أن تفهم هذه الزيارة بأنها جزء مما يجري من تبكيبات ربما في المنطقة نعم وضحت السورة أشكرك جزيلا شكرا دكتور محمد جميح محلل السياسي كنت معنا من لندن وأعود لضيفي المحلل السياسي سيد ياسين التميمي سيد ياسين فيما يتعلق بالدور العماني المتنامي والذي يعني برز مؤخرا يعني هناك من يرى بأنه يعني الناس الذين أتون أو الجهات التي أتت كمساندة ومنقذة لنا في أزمتنا اليمنية تحولوا في نهاية المطاف إلى عبء كبير واكتوينا بنيرانهم فكيف لنا اليوم أن يعني يدخل طرف جديد وهو بالأساس ينظر إلى من تسبب بالانقلاب يعني يقدم له كافة الدعم والتسهيل أقول يعني سلطنة عمان يعني انظر للمعادلة ببساطة سلطنة عمان تميز موقفها بثبات الذي تميز الموقف المتغير هو ارتبط بأداء التحالف في البد كان الحمس تجاه التحالف وتدخل العتكري ضد الحوثيين هو الذي دفع بالكثير مننا بما فيهم أنا إلى انتقال الدور العماني المحاين والدور المنسحد من المشهد اليمني وعدم الاشتراك في التحالف العربي لكن تطور الأحداث يبقى الدور العماني على ثباته وخياراته الواضحة والتي لا تمس مطالح الشعب اليمني ولا تهدد فيها ذاته وفي نفس الوقت أبقى على مسافة من الأطراف المتصارعة اليوم الجميع بدأ ينظر إلى الدور العماني وكأنه تطور لماذا تطور عليك أن تدرك أن الرئيس عبد المنسر عندما خرج من عدن مرة عبر المهرة إلى سلطنة عمان منها إلى الرياض فسلطنة عمان كانت حاضرة منذ الساعة الأولى للأزمة اليمنية لكن حبور يعني إيجابي حبور مساند للسلطة الشعب دليل أنهم أمنوا انسحابا آمن إلى الرئيس من عدن وصولا إلى مطقة ومنها إلى الرياض واليوم المسؤولين الحكوميين الذين يزورون مطقة تبقهم وزير الخارجي عبد الملك المخلاقي ومسؤولين آخرين زاروا مسقط فلماذا لا ننظر المسألة بأنها استمرار لحالة الزيارات المتبادلة أو التنسيق المشترك بين حكومتين متكافئتهم من حفظ السيادة هذا واحد ثنين بالنسبة لحلطنة عمان دائما ينظر إليها من زاوية أولويات الدول التي تتحكم بالمشهد اليمين ولا يجب أن نتأثر بأولوية هذه الدول لأنها أولوية سيئة في نهاية المطقة لم تأتي لمسألة السلطة الشرعية وإنما لترتيب الوضع في اليمن بما يتفق مع هواجزها الأمنية وكراهيتها ضد التغيير في اليمن ونزعفها المسبقة لإفتاد عملية التغيير ومن ثم حتى إعادة هندسة المشهد السياسي في اليمن الذي يصل إلى حد تفكيك الدولة اليمنية بهذا إضعافها فأنا أرى هنا أنه الموقف العماني تنيز بالثبات وبالمبدئية والتغيير طرأة على موقف الدول التي اعتقدنا أنها أتت لمساعدتنا ثم تبين أنها توجه تهمها إلى صدور الدولة اليمنية والشعب اليمني وتتأمر على الشعب اليمني لهذا وإن تنامت دور العماني باعتقادك لن يشكل أي عب على المعادلة اليمنية لا لن يشكل أي عب بالعكس الدولة مثلا عمان لا زالت مستمرة تقديم المساعدات الإنسانية سواء في محافظات المهارة أو في غيرها من المحافظات أيضا لا زالت حاضرة في تقديم المساعدات للشعب اليمني تحولت تقريبا سلطنة عمان إلى معبر رئيسي لكل اليمنين من المرضى والدارسين والمهاجرين والمشردين كل هؤلاء الناس اليوم باتت سلطنة عمان هي من أسهل المعابر التي تسهل لهم عملية خروجهم من بلدهم بأغراض مختلفة لهذا هناك تنوع في الخدمة الذي يقدمها الموقع الجغرافي لعمان في سياق الأزمة الليمانية نعم أشكرك جزيل الشكر المحلل السياسي سيد ياسين التميمي كنت معنا من إسطنبول وبهذا القد نكتفي ونصل إلى ختام حلقة الليلة أشكر أيضا دكتور محمد جميح محلل السياسي كان معنا من لندن وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات منتج هذه الحلقة الزميل محمد عبد المغني وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل حتى الملتقى في أمان الله ترجمة نانسي قنقر